أخبارنا النهاردة في البيت الكبير طبعا نبدأه من مجلس إدارة النادي الأهلي النهاردة بيواصل دوره المهم جدا جدا على الصعيد الخدمي والإنشاء لأعضاء النادي بيفتتح بوابة النادي الجديدة الرئيسية بمقر النادي بالجزيرة بعد طبعا انتهاء من أعمال إنشاءها الحقيقة تصميم البوابة نفسه شيء أكتر من رائع في شخصية النادي الأهلي كلعيبة مسؤولين كمان على مستوى الإنشاءات من خلال التركيز على اللون الأحمر يعني شاهد مقر النادي بالجزيرة طفرة إنشائية غير مسبوقة خلال الفترة اللي فاتت استكمالا طبعا للخطة الاستراتيجية اللي وضعها مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيف بهدف تقديم أفضل خدمة لأعضاء النادي على كل المستويات في هذا السياق طبعا شاهد كمان مقر النادي الأهلي بالجزيرة العديد من عمليات التطوير الإنشائي والمعماري منها تطوير البوابة الرئاسية زي الافتتاح الرائع اللي حضراتكم شايفينه دلوقتي افتتاح أكثر من رائع تجديد كمان الأسوار الخارجية لنادي الجزيرة لفرع الجزيرة وبالتالي الصورة اللي حضراتكم شايفينها دا دا مجهود كبير جدا قام بيه مجلس الإدارة كابتن محمود الخطيف حتى من يعني نرجع كده وراء شوية كان فيه برنامج انتخابي على أعلى مستوى كان فيه كل دا كان مطروح في البرنامج الانتخابي بموعيد عائلة عائلة الأهلي فكل دا حضراتكم شايفين يعني بوابة فيها شخصية النادي الأهلي زي ما بنقول شخصية النادي الأهلي اللي هو الأحمر منطوب بشكل أكثر من رائع حتى على مستوى صور فرع الجزيرة تم تجميله بشكل أكثر من رائع يعني عايزة أقول على مستوى الانشآت وعلى مستوى تطوير النادي الأهلي مش الجزيرة بس وكمان يعني فروع النادي الأهلي بنتكلم على مدينة نصر بنتكلم على الشيخ زايد وإن شاء الله بإذن الله في المستقبل فرع التجمع شكرا